حول الموضوع ننتقل إلى بولن الألمانية عبر السكايب مع الأستاذ جاسم محمد رئيس المركز الأوروبيلي دراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات أستاذ جاسم مساء الخير أهلا بك معنا التقرير تحدث عن تحذيرات من تحول داعش إلى حركة سرية إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الموضوع واقعياً هل لدى داعش القدرة على التحول إلى حركة سرية؟ نعم تنظيم داعش أصلاً هو نشأ كمنظومة سرية تختلف عن الجماعات الجهادية بين الملتوجين المتطرفة هو نشأ باعتبار أنه مجموعة عسكرية تضم عناصر من أجهزة الأمن والاستخبارات وكذلك الجيش والدفاع فإذن بداية هذا التنظيم كان حلقة مغلقة حتى التقارير في حينها ذكرت بأن هذه الحلقة المغلقة ربما لا يتجاوز أربعمائة الشر لكن في أعقاب ذلك بعد أن حصل على التأييد من الجماعات المتطرفة وكذلك أصحاب الفتاوى تحول إلى تنظيم لأن يكون فرعاً للقاعدة لكن هذه الحلقة المغلقة هي تقوم على أساس المعلومات الاستخباراتية حتى وصفتها بالشراسة الاستخباراتية حتى أن المنظومة التي تقوم على التدريب والإعداد داخل هذه المؤسسة هي تقوم على الأساس الاستخباراتي المعلوماتي العسكري وليس على أساس أيدولوجية الجماعات المتطرفة فيجد الآن مثل ما جاء بالتقرير هو تحول إلى منظومة سرية لتنفيذ عمليات إرهابية مع الهزائم التي مني بها التنظيم في العراق في سوريا مع ما نقول بأنه بدأ في مراحله النهائية الأخيرة جدا يعني انتهى التنظيم مع ذلك لا يزال يمثل إذن تهديد للعالم إذا ما كان بحركة سرية وما نفهمنا من حضرتك بأنه له القدر على ذلك إذن التهديد لا زال قائماً التهديد ما زال قائماً هو انتقل من التمكين والسيطرة على الأرض وما يسمى دولة الخلافة تحول إلى منظومة سرية وإلى العمل السري وهذا العمل هو أخطر أيضاً كون أن وجود هذا التنظيم ينعكس على مدى إمكانيته في تنفيذ مثل هذه العمليات التنظيم داعش ساعد على أن يكون منظمة سرية أو منظومة سرية بسبب ما لديهم من مقاتلين أجانب وكذلك لديه خبرات في العلاقات العامة كون هناك واجهات تجارية واجهات عمل شركات كلها تعمل تحت أسماء وهمية تدير عمل وأنشطة هذا التنظيم فإذن نحن لا نتحدث عن جماعات قاعدية بقدر ما نتحدث عن منظمة سرية لا تقل خطورة وهذه جاء باحترافات أيضاً أجهزة الاستخبارات الأوروبية بأنها لا تقل خطورة عن المنظمات السرية الدموية التي عاشتها على سبيل المثال ألمانيا بايدر ماينهوف وكذلك منظمات سرية الألوية الحمراء هناك جماعات كثيرة بأنها كانت تدير عمليات دموية في أوروبيا فإذن ما يجري الآن في أوروبا هو على هذا الغراب نعم شكراً لك على هذه المدخلة معنا سيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات كنت معنا براسكايب من بون الألمانيا